على أرضية ترابية مغفرة تتوسط ما كان يعرف بأحد أهم ملاعب ريف دمشق يقضي هؤلاء الشبان ساعات تدريبية في لعبة كرة القدم عبد الرحمن الطالب في إحدى ثانويات دوم يأتي ثلاث مرات أسبوعيا للتدريب تحول اهتمامه مثل كثير من شبان المدينة بعد طرد المسلحين منها باتجاه أنشطة بدنية تبدد صور السلاح والفكر الظلامي دور تربوي يتقدم على الأنشطة الرياضية يريده القائمون على نادي دوم جهد في بدايته لإعادة الحياة إلى ملعب وقاعات الرياضية حولها المسلحون إلى ركام غايتنا تحرير مثل ما حررنا بلدنا بدنا نحرر فكر الشباب وفكر الصغار اللي زرعوا الإرهابيين عندهم أثار الحرب تغطي منشآت النادي متاريس ضخمة وأنفاق تمتده مسافات طويلة وتدمير للمنصات والقاعات الرياضية إعادة تاهيل تلك المنشآت لم تأخذ الأولوية الحكومية في ظل متطلبات التعليم والكهرباء والصحة ما يدفع بالأهالي إلى لعب هذا الدور هو التدخل لإنعاش فسحة أنشطة ضخمة أمام شبان الغوطة الشرقية طموح القائمين على نادي دوم يتجاوز الإنجازات الرياضية التي بدأوا تحقيقها خلال فترة قياسية من عمر تحرير المدينة للنهوض بالنادي ولعب دور مؤثر في تنشئة الأجيال الشابة ضمن خطة لتنمية المجتمع السوري ومعالجة تبعات مرحلة الحرب التي غيبت جيلا بأكمله خلال السنوات الماضية محمد الخضر من دومة في غوطة دمشق الميادين اشتركوا في القناة